قلنا لهم كده قالوا احنا عملنا اللي علينا ودي الامكانيات اللي كانت متاحة وانزلنا واتبعنا مخرات السيول وطمنا ان كل شيء تمام بس هتعمل ايه قدام الطبيعة حتى في الولايات المتحدة الامريكية وفي اعظم الدول لما بتحصل كوارث طبيعية بتزيل الغابات وبتزيل معاليها لما بيجي لهم مثلا اعصير او 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 هم بيداروا فشلهم بفشل اخر لا اعتراض على الطبيعة لكن الاعتراض على ردة فعل عمل الطبيعة انا عارف ان في سيول عارف ان في سيول ابقى انا مستعد لما تيجي السيول يبقى انا بدل ما مات اثنين وثلاثين اقدي الاصابات بدل ما فيه اصابات اخلي ما فيش اصابات اقلل خسائر الطبيعة لكن يتعلل بان فيه الدول التانية تم الدول التانية بتدي مرتبات عشر تلاف دولار للي لسه متخرج انت عندك مية وتسعين الف خديق جامعة من غير شغل انت هتقول لي على الدول احنا كل لما نقول لهم حاجة يبرروا وكستهم وخبتهم بالدول التانية لا عايز بقى كل هاتل في امريكا هنا وهاتل سيول يموت فاهمت ايه ما عنديش مشكلة قول له انت تنبهت وانت مهمل ولما حصل السيل الناس لا لقت مستشفات ولا لقت عربيات اسعاف ولا لقت عربيات تكسح المية والسيول ولا لقوا حاجة وهين كان مش عايز اقول برامج صورت الناس في رأس غارب كأن رأس غارب بقت مش موجودة عالطبيعة